بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة ويام الحديدي أكاديمية العزيز نموذجية الصلطة صف الأول اللغة الإنجليزية الوحدة الثمينة عشر اليوم هو الثلاثاء التاريخ 21-4-2020 ميلادي 27 شابان 1441 هجري Let's get started What do you see in the picture? What do you see in this picture? The boy is swimming الولد يسبح Swimming Swim يسبح Swim يسبح SWIM Swim يسبح The boy is running الولد يركض Run يركض R-U-N Run Run يركض Run Repeat after me Swim يسبح Run يركض Excellent What do you see in the picture? The bird is flying العصفور يطير يطير Fly يطير Fly يطير Fly يطير F-L-Y Fly يطير They are walking Walk Walk يمش يمش Walk يمش Walk Walk يمش F-L-Y Fly يطير Repeat after me Fly Fly يطير Walk يمش W-A-L-K Walk يمش Excellent What do you see in the picture? The girl is jumping الفتاة تقفز Jump يقفز Jump يقفز J-U-M-P Jump يقفز Jump يقفز S-I-N-G Sing يغني Sing يغني Sing يغني Excellent The boy is reading the book الولد يقرأ الكتاب Read يقرأ Read يقرأ R-E-A-D Read يقرأ Write يكتب ال-W هنا لا تلفظ W-R-I-T-E W لا تلفظ وال-E لا تلفظ Write يكتب Write يكتب Read يقرأ Write يكتب Repeat after me Read يقرأ Write يكتب Excellent I can sing اليوم سوف نتحدث عن قائدة بسيطة وسهلة جدا وممتعة عن القدرة I can sing أنا أستطيع أن أغني I can sing Sentence form شكل الجملة يكون Subject زائد Can زائد Verb الفاعل ثم Can وهو يعد من المودلز وهذه قصة عمقة قليلا سنتطرق إليها فيما بعد فاعل وكان وفعل She can sing هي تستطيع أن تغني She can sing هي تستطيع أن تغني Submiss كيف بدي أخليها نفي سهل جدا نقم بإضافة not بعد can تصبح can't She can't sing هي لا تستطيع أن تغني هي لا تستطيع أن تغني can't Subjective can not verb This is the negative form هي كم ننفي منضيف not بعد can Question form كيف يمكن أن نجعله سؤالا سهل نبدل can في Subject Can she sing Can she sing سهل جدا يا أول إنه مثل لعب الليغو فقط نغير أماكن الأماكن ونحصل على سؤال فقد بدلنا can 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 she sing Excellent هل تستطيع هي أن تغني Excellent You're doing well Unit 18 I can sing الواحدة الثمن تلتع هي التعشر أنا أستطيع أن أغني Open your student book page 74 Please Unit 18 I can sing Access number one Listen and say استمع وتحدث أتوقع من الجميع أن يعرف هذه الأغنية ويعرف كيف يغنيها لقد تم شرح هذا فيما سبق في الفصل الأول So let's continue Exercise number two Listen and say استمع وتحدث I can swim أنا أستطيع السباحة I can swim I can run أنا أستطيع الركض ماذا يفعل أنه يركض I can run She's jumping إنها تقفز I can jump أستطيع أن أقفز Jump يقفز I can swim أنا لا أستطيع السباحة إنه لا يستطيع السباحة I can't swim What do you see? Can he run? No he can't I can count to ten أستطيع أن أعد للعشرة One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Excellent I know you can أنا أعرف أنكم تستطيعون I can walk أنا أستطيع أن أمشي What about I can't? الشيء الذي لا أستطيع أن أفعله I can't run لا أستطيع أن أركض I can't swim لا أستطيع أن أسبح I can't fly I can't fly لا أستطيع أن أطير Exercise number two Read and match I can run أي واحدة من هذه الصور تمثل هذه الجملة أنا أستطيع أن أركض Think Think فكر كنت يا عزيزي This one I can run I can jump أنا أستطيع أن أقفز أي منهم يقفز I can't Excellent I can't jump لا أستطيع أن أقفز Excellent This picture I can't swim لا أستطيع أن أسبح Excellent This picture I can't run أي منهم لا يستطيع أن يركض Excellent He has broken his leg تسر قدمه لذلك لا يستطيع أن يركض كنتم يا أحبايبي Your homework واجبكم Memorize the vocabularies أريد منكم أن تدرسوا المصطلحات الجديدة شكرا للمشاهدة درس جيدا أن تذكي أراكم قريبا وتذكرون نلتقي في القمة أكاديمية العزيزة النموذجية I love my students أحبكم كثيرا واشتغطوا لكم كثيرا Take care ويعطيكم العافية Bye Bye ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر